انطلقت بالقاهرة فعليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراقة الصناعية التكاملية والتي تضم كل من مصر والأردن والإمارات ويمثل تحقيق التكامل الصناعي العربي ضرورة حتمية لمؤجهة التدعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتي عكست أهمية تعزيز الشراقة الإقليمية بين الدول العربية وقد شهدت الاجتماعات الإعلانة عن انضمام دولة البحرين إلى مبادرة الشراقة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث لمؤسسة الشراقة أهمية هذه الشراقة الصناعية التكاملية للتنمية الاقتصادية مستدامة ما بين مصر والإمارات والأردن كان تم توقعها في أبو ظابيو منذ شهرين تقريبا بدنا نشتغل على الفرص الواعدة الموجودة في بلدنا بحيث نحن ندرس تكون في مشروعات لديها تكامل مع الأبو ظابيو مع الإمارات ومع الأردن تغطي الاحتياجات هذه الدول من الأمن الغذائي من المواد الغذائية من الأدوية من بعض الصناعات المستهدفة التي تم التوافق عليها بداية هذه الشراقة انطلقت من جمهورية مصر العربية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان كان قمة جمعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم وأيضا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد من هنا كان التوجيه من القادة أن التوجه لعمل عربي مشترك الظروف التي يعيشها العالم يحتم علينا التحالف بهذه الطريقة بدأنا بهذا العمل أطلقنا المبادرة في الإمارات العربية المتحدة واليوم نجني ثمار هذه المبادرة المبادرة تنسجم انسجام كبير مع استراتيجية الصناعة التي أطلقتها مملكة البحرين في ديسمبر 2021 من هذا المنطلق وجدنا أنه من البديهي أن نكون عضو شريك وفعال في هذه المبادرة لنحقق المزيد من المكاسب وأيضا نحقق لمملكة البحرين المزيد من التجانس مع هذه الدول الثلاثة أهمية الشراكة طبعا أن نبني على المزايا التنافسية لدى دول الشراكة لتحفيز التنمية الصناعية وتطوير سلاسل الإمداد وحداث نقلة نوعية في التنمية الصناعية في المجالات ذات الأولوية اخترنا خمس مجالات رئيسية ذات أولوية منها قطاع الزراعة والأسمدة والأغذية قطاع الأدوية قطاع المنسوجات البتروكيمويات والمعادن